البرتغالي أنتونيو جواتيريس المرشح الأبرز لمنصب الأمين العام التاسع للأمم المتحدة خلفاً لبانكيمون والذي شغل المنصب لدورتين متتاليتين بداية من عام 2007 أنتونيو مانويل جواتيريس من موليد عام 1949 بدأ حياته السياسية عام 1974 عضواً في الحزب الاشتراكي البرتغالي وتدرج في المناصب الحزبية ليصبح الأمين العام للحزب في عام 1992 يتولى بعدها رئاسة وزراء بلاده في الفترة ما بين عامي 1995 و2001 بعدها اعتزل جواتيريس العمل السياسي في البرتغال ليعمل مع الأمم المتحدة وخاصة في المجال الإنساني وشغل منصب رئيس المفواضية السامية لشؤون لاجئين بين عامي 2005 و2015 وسيبدأ الأمين العام الجديد أعماله في بداية كنون الثاني 2017 ليكون في مواجهة مباشرة مع عدة قضايا أبرزها المعضلة السورية والتي صنفت كأكبر أزمة إنسانية شهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية والتي عجز سلفه بانكيمون عن حلها